بعد الاتهاء من شعيرة رمي الجمرات مع حلول ثالث أيام التشريق بدأ حجاج بيت الله استعدادا من طواف الإفاضة وهو آخر عهد الحاج بمكة المكرمة في وداع لا يأمل أي منهم أن يكون الأخير على أمل المجيء مرة أخرى إلى الأراضي المقدسة الحجاج سيتوجهون إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء القادم المكوث هناك من يومين إلى ثلاثة أيام قبل بدء رحلة العودة إلى ليبيا يقول عضو اللجنة الإعلامية بالبعثة الليبية للحج عاتم محارب ويؤكد أن رحلات العودة إلى البلاد ستبدأ يوم السبت القادم بوضحنا أن الحجاج بدأوا يستعدون للعودة عبر شرائهم الهدايا وتجهيز أنفسهم ومع قرب انتهاء مناسك الحج هذا العام تزداد جهود بعثة الحج الليبية لمعرفة مصير الحاجة برنية بن ثابت بعد أن رفعت من وطيرة البحث عنها رغم عدم وجود أي معلومات بشأنها حتى الآن غير أن البعثة ظلت وقفة على كل كبيرة وصغيرة تخص الحجاج الليبيين من الطبيعي أن يكون بين حجاجنا كما هو عند بقية البعثات الأخرى حالات ضياع ووفيات وهي حتى الآن على النحو التالي حالة فقدان واحدة وهي فقدان الحاجة برنية ثابت وتسع حالات وفاة تعود لأسباب ثلاثة وهي ضربات الشمس ومضاعفات عمليات جراحية كبيرة عند البعض وحالات جلطات وقعت بشكل مفاجئ لأصحابها وفي تطور إيجابي أعلنت البعثة العثور على الحاجة لهوادة في أحد المراكز الطبية بمشعر منا بعد فقدان الاتصال به الفترة الماضية مبينة أنه جرى جمع جملي مع زوجته ومرافقه بعد إدخاله المركز الطبي نتيجة شعوره بالتعب والإنهاك خلال أدائه المناسك بوسم قارب على الانقضاء وجهت في أفواج الحجج صعوبات عدة رغم الجهود المبذولة لتجنبها فقدت فيها البعثة الليبية تسعة حجاج توف لأسباب مختلفة خلال تأديتهم شعائر الحج شكرا